الخوف سبحان الله نعم الخوف من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة أن يخاف المسلم على نفسه لأي سبب من الأسباب أو أن يخاف على ماله أو أن يخاف على أهله وأولاده هذا باتفاق المذائب الفقية الأربعة شرط أن يكون صادقا في خوفه لا مدعيا ولا كاذبا بل وهناك من حكى الإشماع على ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رأى ابن ماجة وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر إلا من عذر والنفي هنا كما هو معلوم عند علماء السنة فلا صلاة له نفي كمال وليس نفي صحة قال ابن قدامى رحمه الله تعالى في المغني ويعذر في ترك الجماعة والجمعة الخائف لقول النبي عليه الصلاة والسلام العذر خوف أو مرض العذر خوف أو مرض وخوف على النفس أو على المال أو على الأهل يبقى الخوف عذر من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة العذر التاسع وهو عذر قد يغيب عن كثير من المسلمين والمسلمات وفيه من الرقة واللطف والجمال وعظمة هذا الدين ورب الكعبة ما فيه العذر التاسع من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة أكل الثوم والبصل الثوم الثوم يعني الثوم والبصل ومن باب الأمانة العلمية أن علماءنا قد اختلفوا في حكم حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم أو البصل اختلفوا على قولي يا إلهي بالله تدبر هذا القول الأول الكراها القول الأول الكراها قالوا يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا يكره هذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة اتفق المذاهب على كراهة حضور الجماعة في المسجد لمن أكل التوم أو البصل استدلب إيه استدلب مراه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث الكراث اللي احنا نسميه الكراث يعني ونفس فصيلة البصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث والكراث فغلبتنا الحاجة اشتهينا وأكلنا منها فقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس أي رقة يا إخوان وأخوات أي حرص للدين على مشاعر الآخرين وعدم إذائهم حتى بالرائحة الكريهة فما ظنك إن كان هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغير رائحة الفن فما ظنك بتغير رائحة الملابس ورائحة الجوارب الأقدام يجب أن يكون المسلم مطاهرا باطنا وظاهرا طيبا ظاهرا وباطنا وأن يحرص أن يأخذ زينته عند كل مسجد من طيب الفم وطيب الملابس وطيب قدميه حتى لا يؤذي من يسجد خلفه برائحة قدميه أو حتى لا يؤذي من يصلي إلى جواره برائحة فمه أو برائحة ثيابه يبقى القول الأول باتفاق المذاهب الفقية الأربعة الكراهة يكره لمن أكل الثومة أو البصلة أو الكرات أن يحضر صلة الجماعة وهذه الرائحة في فمه اسمع إلى القول الثاني وهو قول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد أنه يحرم حضور المسجد لمن أكل الثوم والبصل حرام يبقى القول الأول الكراهة والقول الثاني الحرمة واستذل بالحديث الذي ذكرته آنفا وفي رواية مسلم عن معدان ابن أبي طلحة هذا حديث جميل جدا أيضا والحديث في صحيح مسلم أن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه خطب الناس أم الجمعة وذكر كلاما كثيرا في الخطبة وفيه إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن كان آكلها ولابد يعني من اجتهى منكم أن يأكل الثوم والبصل ولابد فمن كان آكلها ولابد فليمتها طبخا يعني إذا كان البصل أو الثوم مطموخا لا تنبعث من هذه الراحة المعروفة لنا جميعا فلا حرج أن يحضر الجماعة وإذا استطاع المسلم أن يتغلب على هذه الرائحة بما توصلنا إليه الآن من استعمال معجون الأسنان برائحة جميلة تذهب هذه الرائحة أو بأكل كما قال الشيخون بن القيم رحمه الله بأكل بعض ورقات البقدونس الأخضر الجميل الذي يذهب هذه الرائحة فلا بأس فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما فإذا انتفت هذه الرائحة الكريهة بأي سبب أو وسيلة من الوسائل الحديثة التي نعرفها جميعا فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يحضر المسلم صلاة الجماعة بل وليحرص على ذلك ولا يتخلف إلا لعذر من الأعذار التي ذكرناها ترجمة نانسي قنقر